مجلس السيادة الانتقالي يعلن أن الرئيس ترامب وقع على قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعيات للإرهاب الأطراف الليبية تطفق على وقف فوري لإطلاق النار يتبعه دمج للجماعات المسلحة وإخراج للمقاتلين الأجانب ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وأردوغان يصفه بالفاقد للمصداقية ويشكك في نجاحه البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا تعلق خدمة التأشيرات بسبب تهديدات إرهابية محتملة نشعة بآخر الأخبار من الحدث أهلا بكم مشاهدين قال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على صفحته في التويتر قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وسوف يتم الإعلان عن ذلك بعد قليل وعتبر المجلس الانتقالي الخطوة يوما تاريخيا للسوداني ولثورته هذا وكشف مسؤول أمريكي كبير إنه من المتوقعي إعلان اتفاق على خطوات نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وسودان في وقت لاحق اليوم وضف المسؤول الذي اشترت عدم الكشف عن اسمه أن قرار الرئيس دونالد ترامب برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الرعية للإرهاب ساعد في تمهيد طريق أمام السودان ليصبح أحدث بلد عربي يتوصل إلى اتفاق بشأن قامة علاقات مع إسرائيل لنقف على المزيد من المعلومات حول كل ذلك من واشنطن ينضم إلينا أزميل بيير غانم مرحبا بك معنا بيير في هذه النشرة وحتى الآن نحن ننتظر الإعلان عن توقيع ترامب رسميا على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب ماذا يحدث هناك في واشنطن؟ في هذه اللحظة نستطيع أن نؤكد أن الأمر قد حصل فقد أعلن الناطق باسم البيت الأبيض قبل لحظات فقط في بيانا أترجمه من الإنجليزية ويقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس الأمريكي بنيته لسحب اسم السودان من لائحة الدول الرعية للإرهاب ويشير البيان الصادرة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض هو أن السودان قد بالفعل قد حل المشاكل التي كانت عالقة بشأن ضحايا الإرهاب وأهاليهم ويشير البيان أيضا أن يوم أمس تم إتمام الاتفاق حول دفع مبلغ 335 مليون دولار أمريكي في حساب خاص للضحايا ولعائلاتهم وبالتالي يشير البيان الصادر عن البيت الأبيض هو أنه قد قيمت العدالة بالفعل في هذا الموضوع وأن هناك مشاكل عالقة منذ فترة طويلة تتعلق بقضية السفينة USS Cole وقضايا أخرى متعلقة بالعامل جون جرانفل ويقول أيضا أن البيان يقول من المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذا اليوم يمثل خطوة كبيرة جدا للعلاقات وتقديمها بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية ثم يوجه تهنئة إلى حكومة السودان بشأن ذلك بالإضافة إلى ذلك هناك معلومات كثيرة تشير إلى أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الاتصالات بين الرئيس ترامب وبين الحكومة السودانية وربما أيضا بشأن اتصال ثلاثي مع رئيس حكومة إسرائيل ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة بعد مئة في المئة نعم قبل ذلك حول البيان الصادر من البيت الأبيض بعد ساعة أو ساعة ونصف من الآن نعم حول البيان الصادر من البيت الأبيض قبل قليل والذي ذكرت لنا أبرز ما جاء فيه بيير الحديث عن نية ترامب التأكيد على أنه أبلغ الكونغرس نيته رفع اسم السودان أم أنه وقع فعليا على هذا القرار لأن تصريحات المجلس السيادي السوداني على تويتر أنه وقع بالفعل على القرار نحن فقط ننتظر الإعلان لا يشير البيان بحسب الترجمة الفورية التي قدمتها لك قبل لحظات لا يشير إلى ذلك بوضوح إنما يستعمل صيغة يقول فيها أن الرئيس الأمريكي قد أبلغ الكونغرس بشأن ديته ولم يؤكد الجزء الآخر هل نستطيع أن نفهم هذا أو ذاك ربما يستطيع البيت الأبيض أن يضح أكثر إن كان الرئيس الأمريكي قد وقع بالفعل ولكن يبدو واضحا من مضمون هذا الكلام أن الرئيس الأمريكي قد قام فعلا بهذه الخطوة وليس على العكس طيب الآن أبييرما يتعلق بالموقف الأمريكي الذي هو موقف وساطة فيما يتعلق باتفاقات السلام في المنطقة ما بين إسرائيل والدول العربية كذلك هل رشحت أي أخبار حول ما سيتم لاحقا بحسب الوكالات حتى اللحظة أنه اليوم أيضا سيتم الإعلان عن توقيع اتفاق سلام ما بين تل أبيب والخرطوم أشارت مصادر خاصة بنا قبلها قليل أن هذا الأمر ممكن جدا أن يحدث اليوم وبالتالي الرئيس الأمريكي يغادر البيت الأبيض بعد ساعتين من الآن ومن المنتظر أن يحدث أمر من هذا خلال هاتين الساعتين المقبلتين ما شهدناه من قبل هو أن الرئيس الأمريكي يكون في المكتب البيضاوي ويدخل في اتصال ثلاثي بين الدولة المعنية وبين رئيس حكومة إسرائيل هذا ما فعله حتى الآن مرتين وربما تكون هذه المرة الثالثة من واشنطن الزميل بير غانم دائما لك جزيلا شكر بير على كل هذه المعلومات شكرا بير مشاهدين من الخرطوم ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي السيد خالد الفكي مرحما بك معنا سيد الفكي إلى هذه النشرة وعلى شاشة الحدث مجددا ما بين انتظار الإعلان عن توقيع ترامب على قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية وما بين حتى الحديث حتى لحظة عن نية ترامب تحويل هذا الأمر إلى الكونغرس هذا القرار ما الذي ننتظره الآن بحسب مجلس السيادة على تويتر أن ترامب وقع فعليا على هذا القرار وهو ما لم يتم توضيحه في البيان الصادر عن البيت الأبيض قبل قليل نعم أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب قد وقع فعليا ولكن أربما هناك إشكالية في السياقة من السياقة التفسيرية للقرار التنفيذي المتعلق بزالة اسم السودان من لايحة الإرهاب وبالتالي أعتقد بأنه عمليا الآن السودان أصبح خارج هذه اللايحة السوداء تماما وأن ترامب قد أوفى بتعهد بإخراج السودان من هذه الغائمة بعد أن قام السودان بكافة الاشتراعات والمطلوبات المتعلقة بالإجراءات الطويلة التي تمت في هذا الأمر وآخرها دفع الطعويدات البالغة 335 مليون دولار وإداعها في حساب خاص لزوي الضحايا أعتقد بأن الأمر الآن بات واقعيا وبات أمر إيجابي وهذا يؤكد بأن الرئيس ترامب يريد الآن على الأقل قبل الدخول مباشرة في الانتخابات الرئاسية أن يقول أنه قدم خطوات مهمة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية وتحسين صورة السياسة الأمريكية الخارجية في عهده بعد أن بدأت بعض التقبطات في خلال الفترة الأولى لترامب أعتقد بأن حق لشعب السوداني وحكومة الفترة الانتقالية بقيادة تعبر الحمدوق أن الآن تحتفي بهذا الإنجاز التاريقي وإنزال هذه التركة السغيرة التي خلفها النظام البايد على ظهور وعلى عاتق كافة الشعب السوداني هذه الآن أولى خطوات مسارات إنشاء وقيام الدول المدنية تبدأ من خلال إنزال هذه التركة السغيرة وربما تسابيح الآن في هذه اللحظات تم توقيع اتفاق ما بين حكومة السودان وزارة المالية والبنك الدولي بقيمة 375 مليون دولار تأتي في شكل منح جديد وهذا يؤكد بأن السودان الآن بدأ يتلقى ويجني سمار هذا الأمر وهذه بشريات أولى وخطوات أولى وماذا يترتب على ذلك سيد الفكي؟ هل فور التوقيع على القرار سينعكس ذلك على ما يتعلق بالوضع الاقتصادي بعيدا عن الأمور الإجرائية والتي قد تمتد لثلاثة أشهر؟ نعم يعني أعتقد بأن التحسين معاش الناس والأوضاع الاقتصادية ليس أمر بالسهل يحتاج إلى مزيد من الوقت ولكن دعينا نتفائل بأن على الأقل أن الآن بوابات الاستثمار بوابات منح السودان القروض والمنح من قبل الصناديق العالمية ما قصته تحديدا سيد الفكي بالإنعكاس المباشر لأنه بحسب المعلومات التي توافرت لدينا هناك منح ستقدم بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار إلى السودان في الفترة الانتقالية ما يعني بداية حل حل للمشاكل العاجلة ما يتعلق بالبنزين والكهرباء والخبز وبقية الأمور المعيشية العاجلة؟ نعم نعم هذا ما تم بالفعل حيث أن هذه المنحة التي تم توقعها اليوم والبالغة 370 مليون دولار تم كدفعة أولى 200 مليون دولار وذلك قبل الشروع في مسألة إعفاء الديون والـ 170 مليون دولار الأخرى ستسهب في شكل منح إلى الأسر المتعففة والفقيرة في السودان وهذه أعتقد أنها هي أولى الخطوات الإصلاحية لمسال الاقتصاد السوداني ونتوقع أن تأتي منح أخرى وغروض أخرى مما يعني بأن الاقتصاد ربما خلال قل من 6 شهور يمكن أن يتعافى وأن الأوضاع تتحسن بشكل كبير وتحل القضايا الرئيسية الأساسية المتمثلة في الخبز والوقود على الأقل من خلال الآن على حسب ما يعلمت وزارة الطاقة أنه تم وصول عدد من البواخر وهي تحمل النفط إلى مينابور سودان وهذه بشريات جيدة تساؤل أخير الذي هو الآن تم إبلاق به ونتابع على الشاشة الآن ما كان من عواج المتعلقة بترقب لإعلان اتفاق سلام ما بين الخرطوم والتل أبيب خلال ساعات يعود بنا ذلك إلى الخطوة السابقة أنه لا إتمام لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية بمعزل عن إتمام اتفاق سلام مع تل أبيب الآن يبدو أن الأمرين سيحدث ثاني توازيا نعم هذا صحيح حسب المعلومات التي هي الآن متداولة على الأقل في الإعلام بأن هذا الأمر سيكون من خلال مقابلة هاتفية تجمع الرؤساء السلاسة السودان وأمريكا وإسرائيل وربما كما هو معلوم ليلة الأربعاء حل وفد إسرائيلي أمريكي وربما نظر في كثير من التعقيدات المتعلقة بهذا الملف وربما كانت هناك بعض الرؤية متعلقة بهذا الأمر على حسب الراجع في الإعلام بأن الرئيس الميليسي الفزراء عبدالله حمدوك لا يريد أن يتم الإعلام بأنه تطبيع ولكن يريد أن يكون في شكل اتفاق لإزالة العداء مع إسرائيل وأعتقد بأن هذا الأمر بات على مغربة من التوقيع ما الفرق؟ بحسب حمدوك اليوم الحديث عن تفاهمات سلام ما بين الخرطوم وتل أبيب والتفاق ما بين الخرطوم وتل أبيب على التطبيع لماذا يخشى حمدوك الإعلان عن ذلك؟ نعم ربما الرجل يريد تخفيف هذا المصطلح وحدته خاصة بأن معلوم أن هناك مازال متشددين وأنصار للنظام البائد يرفضون هذه الخطوة وأكثر من مرة هددوا بأن هذا الأمر لن يتم بالأمر الساهل وهم ينظرون إلى أن إسرائيل مازالت عدو على الأقل للمنطقة العربية ولهم رأي في أي خطوة للتطبيع فلذا أعتقد أن عبدالله حمدوك يعني هو يريد تخفيف هذا المصطلح وعلى حسب المعلومات التي وردت إليها الآن بأنه في هذه اللحظات ربما يعني يتم عقد اجتماع مشترك ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء باعتباره المجلس التشريعي لينظر في هذا الأمر وربما يعني خلال ليلة اليوم يتم مهر الاتفاق أو على الأقل ندعينا نقول خلال الساعات المقبلة على أقل تقديره من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي سيد خالد الفكي شكرا لك سيد الفكي على ما تفضلت به من إضاحات في هذه المدخلة شكرا وقع طرفاء الأزمة الليبية اتفاقا دائما لوقف النار في جينيف وأعلنت المبعوثة الأممية أن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها وأملت أن يسمح اتفاق وقف اطلاق النار للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا شددت على أن وقف النار سيصحابه راحيل المرتزق الأجانب خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى اعتبارا من اليوم اتفاق الطرفان على أن كافة الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة على الجبهات ستعود إلى معسكرتها واتضمن ذلك مغادرة كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية أرضا وجوا وبحرا وذلك في غضون ثلاثة أشهر بدءا من اليوم وقف الاطلاق هذا لا يسر على الجماعات الإرهابية التي سمتها الأمم المتحدة وقد نجحتم في إبرام اتفاق لوقف ناجح والدائم لاطلاق النار أرجو أن يصهم هذا الاتفاق بإنها مؤنات الشعب الليبي ويمقن المهجرين ونازهين خارج وداخل الوطن من العودة إلى ديارهم والعيش بالسلام وأمان هذا ورحب تجمع الوطن الليبي بجميع الجهود التي بوذلت لوقف الاقتتال والمبادرات التي قدمت لإنهاء الأزمة الليبية وفي بيان أعرب التجمع عن ارتياحه البالغ لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وأمله في أن يصمد باعتباره خطوة هامة لحقن الدماء الليبية وحماية المواطنين داعيا الأطراف السياسية إلى وقف الأعمال العدائية وخطاب الكراهية والعودة إلى الحوار السياسي التجمع الوطني الليبي حثى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى المضي بحزم في إحياء مسار الحوار السياسي والتفاوض بين أطراف الصراع ومختلف المكونات الأخرى ودعا إلى إطلاق خطة سلام شاملة معززة بالضمانات اللازمة لإنجاحها والتفعيلها بكافة الأدوات الضرورية وحذرا في الوقت ذاته من إهدار الفرص وإضاءة الوقت في المناكفات دوليا رحبت مصر باتفاق الأطراف في ليبيا على وقف إطلاق النار كما رحبت الولايات المتحدة بالإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وعتبرته خطوة كبيرة لخفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على لسان جوزي بوريل بمثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي معتبرا أن الاتفاق خطوة حاسمة للسناف المفاوضات السياسية ومعربا عن أمله في أن يكون الاتفاق نقطة تحول في الأزمة الليبية في الوقت ذاته قال المتحدث بشؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية إن اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي للسناف الحوار السياسي معتبرا أنه من المهم جدا كذلك بأن يطبق هذا الاتفاق السفارة الفرنسية في ليبيا من جانبها أعربت عن إشادة باريس بالتوقيع على وقف إطلاق النار في ليبيا ووصفه بتاريخي معتبرة أن نجاح المحادثات المباشرة بين الليبيين يؤكد على أولوية السيادة الليبية في مواجهة تدخلات الخارجية وزارة الخارجية العلمانية رأت أن ليبيا لم تصل لهدفها النهائي وأن اتفاق وقف النار أزال عقبة كبيرة ويشكل تغييرا في المنطق العسكري من جانبه شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مصداقية وقف إطلاق النار داين في ليبيا وقال إنه ليس متأكدا من صدق نوايا سحب المرتزقة من هناك ونقلت قناة تيارتي تركية عن أردوغان قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أقل مستوى من الاتفاقات السابقة وأنه يأمل أن يكون هناك اتفاق فعلي لوقف إطلاق النار في ليبيا شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مصداقية وقف إطلاق النار الدائم والذي وقع عليه طرفان زعليبي وبإمكانية استمراره معتبرا أن وقف إطلاق النار اليوم لم يتم في الحقيقة بأعلى المستويات بل بمستوى أقل اتفاق وقف إطلاق النار اليوم ليس وقفا دائما على مستوى عال إنه على مستوى أقل الوقت سيكشف كم سيستمر أيضا لا نعلم كم هو صحيح أن المرتزقة مثل باجنر ستنسحب من هنا خلال ثلاثة أشهر هناك ممثل عن الإنقلابي حفتر وأيضا هناك قائد مرسل من السيد السراج لذلك لا يبدو أن موثوقيتها ممكنة التحقيق من بيروت ينضم لنا تحليلا المحلل السياسي الاستراتيجي الليبية سيد ردوان الفيتوري مرحبا بكما سيد الفيتوري على شاشة الحدث وفي هذه النشرة سيد ردوان الآن الاتفاق وقع ما بين الطرفين وبرعاية الأمم المتحدة لماذا حتى اللحظة يتحدث عنه أردوغان باعتباره اتفاقا ليس بفعلي لأنه يهددها يهدد الوجود التركي بهذا الاتفاق إن ترجم عمليا وبإذن الله يترجم عمليا فهو نهاية لهذا الوجود العثماني لذلك هو يشكك لذلك هو مزعوج يعني من علامات أن هذا الاتفاق وطني بامتياز ومصلحة الليبيين هو أن هذا العثماني مزعج منه لماذا؟ لأن تفكيك الماليشيات توحيد كل القوى العسكرية تحت لواء الجيش الليبي يعني جمع الأسلحة طرد المرتزقة هذا كله لا يصب في مصلحة أردوغان الذي تسبيح يخطط لوجوده في ليبيا لسنوات وسنوات ورأينا كيف يوسع في قاعدة الوضية وينشئ هناغر وينشئ مستودعات جديدة إذن هذا الأردوغاني يخطط للبقاء لعشرات السنين وهذا المشروع يهدد حلمه هذا العقدة الأمنية والمسار الأمني من أهم المسارات التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق بأزمة ليبيا الآن هذه الانفراجة في هذا المسار هل تعجل بالتسوية في المسارات الأخرى؟ المسارات السياسية؟ طبعا حذرتك زي ما تفضلتي المسار الأمني هو الأساس لا يمكن الحديث بالسياسة والبلد محتل الحديث على تقاسم المناصب والغرب الليبي محتل بالكامل من المرتزقة ومن هذا العثماني إذن أولا المسار الأمني ومن ثم باقي المسارات لكن المسارات الأخرى التي يسمع عقدها في تونس عليها عدة علامات استفهام عدة أسئلة أولا من أن تلحق الاستفاني أن تختار من يمثل الليبيين على مزاجها وطبعا معروف تحالفها القوي مع بشاغة دعمها اللامحدود للإسلام السياسي وأيضا هذا المؤتمر المزمع عقده ما هي بنود المناقشة من هم الضيوف ما مدى التوسع يعني هل يعقل سيدتي أنها ناقشت أو أخذت أراء 200 من الطبقة الشباب الليبيين 2000 شاب في خلال ساعة يعني واضح أنها تريد أن تمرر أمرا ما مشروعا ما على وزن سخيرات تو من خلال مؤتمر تونس المشبوع وهو ما يذكرنا تسبيح بمؤتمر غدامس في السابق الذي يقتنفه الغموذ ما يتعلق الآن بالمنشآت النفطية والإعلان عن إعادة الإنتاج فيها قريبا ما يتعلق براس لانوف والسدرة ومعلوم الأوضاع الاقتصادية المتردية هناك في ليبيا هل الآن نحن أيضا على طريق حل حالة هذه الأمور والتي خرج بفعلها الليبيون في الشوارع منطفضين من سوء الخدمات في عموم ليبيا الآن نتحدث عن عودة الأموال الليبية وعودة إنتاج النفط من المنشآت النفطية التي كانت متوقفة وإعادة حتى هيكلت حرس هذه المنشآت بالتأكيد بالتأكيد يعني لغاية تاريخ اليوم وصل الإنتاج حوالي مليون برميل وطبعا فتح النفط الآن في الأيام السابقة يختلف تماما عن فتحه قبل ثلاث سنوات الآن ريع النفط سوف يوزع على الأقاليم الثلاثة سوف تنال برقع حصتها الجنوب وليس كما كان في السابق عبارة عن سرقة وعبارة عن بيت مال المسلمين هو مصرف ليبيا المركزي أعتقد لكن دعينا نفصل بين فتح النفط وبين المسارات السياسية سيدتي فتح النفط هذا جاء نتيجة اتفاقية مع الجيش وسيد أحمد ميتيك بما يمثله من شعبية وثقل في مصراتة وأيضا باعتباره نائب عن المجلس الرئاسي إذن الحدث الأهم الذي حصل اليوم سيدتي لنهذا الناس متفائلة لأنه لأنه صار نعم صبيح لأنه صار بين ليبيين مع ليبيين وجها لوجه وبالأخص عسكريين بعضهم زملاء دفعة زملاء كلية واحدة هناك شرف عسكري سيدتي إذن المتحاورون هم يملكون القرار وبالتأكيد تطبيقه سيواجه بكثيرا من الصعوبات هذه الماليشيات إطلاقا لن تستسلم بسهولة لأنها تتلقى أوامرها مباشرة من أردوغان فلذلك أعتقد الأيام المقبلة أيام حسم أمني أيام توافق بين العسكريين في كل ربوع الوطن على الخروج من ليبيا من هذا الماليشيات أو حتى التوضيح لأليات دمج هذه الميليشيات في المؤسسة العسكرية الليبية وفق أي معايير ومن سيقوم بذلك على كل هذا ما سمح به وقت المقابلة من بيروت المحلل السياسي والاستراتيجي الليبي السيد ردوان الفيتوري شكرا لك على ما تفضلت به تعهد رئيس وفد الجيش الليبي في جنيف أحمد العمامي بأن تكون القوات المسلحة بقيادة حفتر سندا لتنفيذ مقرارات اتفاق جنيف مؤكدا ساعدتهم بما تم إنجازه استطعت أنا وزملائي ورفاقنا في المؤسسة العسكرية من الفريق الآخر بالجيش الليبي استطعنا أن ننجز ما يسمو إليه كل الليبيين والليبيات حقنا لدماء الليبيين وبث الروح السلام والأمن فيما بينهم سعداء بما أنجزنا وأقول وأشكر البعثة الأممية على هذه المجهودات التي تبذلها وبإذن الله سنكون سندا لتنفيذ هذه المقرارات وطلب اللواء أحمد أبو شحمة رئيس وفد حكومة الوفاق طلب المؤسسة العسكرية بضرورة العمل على إعادة بناء المؤسسة كما طالب السياسيين في ليبيا بالعمل برؤية واحدة للوصول إلى الاستقرار السياسي والعسكري لبناء الوطن نطلب من جميع إخوتي في الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية أن يبدلوا قصارى جهدهم كي يكونوا على قد المسؤولية للوصول إلى بناء إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتكون هذه المؤسسة هي اليد التي تضرب بقوة على كل من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا كذلك نوجه كلمة إلى السياسيين في ليبيا بأن يكونوا يد واحدة ولا تجدبهم الأحزاب والتيارات الأخرى حتى يتم الاستقرار ويكون الاستقرار السياسي والعسكري داخل ليبيا أكد خالد المحجوب مدير إدارة توجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي أن وقف إطلاق النار بدأ منذ فترة كبادرة حسنينية كاشفا أنه سيتم تسليم كافة الأسلحة للقوات المسلحة وتحت إشراف القوات الأجنبية هذه المجموعات يجب أن تنضي أو يجب أن يتم مجموعة منها يمكن دمجها ونحن لدينا شروط لضم المجموعات أو التعامل معها وفقا لضوابط لا يمكن أن يتم دمج عسكريين لو سوابق لا يمكن دمج عسكريين اجرابيين أو لا يمكن دمج عقائديين يؤمنون بمفاهيم التي تتم مع استقرار وتأمين البلد وعلى فكرة هو في النهاية سيتم استلام كل الأسلحة للقوات المسالحة أو تسليمة لكن الطريقة هذه مسائل ستعمل عليها الفرق الجهنية التي ستشكل والتي ستحول هذا الكلام أو هذه العنوين إلى تفاصيل لتنفيذها ورأى خلد المحجوب رأى أنه لا يمكن لأي حجة الآن لتركيا أن تبقى وتبقي على مرتزقتها في ليبيا والاتفاق ينزمها بنقلهم لم يعد هناك أمام يعني حجة أمام تركيا أو غيرها لاستمرارهم واستمرار بقائهم عليها كما أحضرتهم أن يغادروا وتركيا تتحجج بأنها جدا من أحضارهم بناء على طلب من الوفاق والوفاق التي تكفلت بأحضارهم بمصاريفهم وما إلا ذلك وبالتالي توقيع هذا الاتفاق ينزم الوفاق بإجلاءهم ومغادرتهم كشفت هيئة البث الإسرائيلية بالأمس عن مصدر أمني أن وزير خارجية لبنان السابق وصهر رئيس جبران باسيل عقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وإنشارة الهيئة إلى أن باسيل قام بدور سري كبير في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود ولفتت الهيئة أيضا نقلا عن مصدر أمني إلى أن باسيل عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في دول مختلفة لبحث ملف ترسيم مضيفة أن باسيل تعهد بالحصول على موافقة حزب الله هذا ونفى المكتب الإعلامي لوزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماعات عقدها مع مسؤولين إسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود مؤكدا أن هذه الأخبار هدفها التشويش على المفاوضات يبدأ رئيس الوزراء لبناني المكلف سعد الحريري اليوم مشاورات تأليف حكومة جديدة يعالق اللبنانيون والمجتمع الدولي أملا عليها وكلف الرئيس اللبناني ميشيل عون الحريري أمس بتشكيل الحكومة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها وفق ما أعلنت رئاسة في مقابلة سابقة مع الحدث قال رئيس الحكومة لبناني الأسبق تمام سلام قال إن مهمة رئيس الحكومة سعد الحريري لن تكون سهلة في عملية تشكيل الحكومة موضحا أن لبنان سيصبح دولة فاشلة في حال تأخرت عملية تشكيل من الواضح أنه في وسط ما نحن في معاناة في لبنان لن تكون شهلة عملية التأليف خصوصا إذا ما أدركنا بأن ما أوصلنا إلى هذه الحالة هو طبعا كما قلت المنكفات والصراعات بين القوى السياسية كأننا في وقت يعني عادي وكأن الأمور بشكل عام مرتاحة وتسمح لذلك بينما الجميع يعلم أننا في مأزق كبير وأن البلد يتجه إلى مزيد من الانهيار ونعم سنتحول وعاجلا إلى دولة فاشلة وينعكس ذلك على كل البلد وربما نعم يقع الانهيار الكبير والتفكّل الكبير لهذا الوطن العزيز وجهت وزارة الخارجية بالنظام السوري دعوة لحضور مؤتمر عودة اللاجئين المقرر عقده في دمشق يومي 11 و12 من نوفمبر المقبل وكشفت مصادر عن أن عددا من الدول الأوروبية ستشارك في المؤتمر عبر الفيديو هي إيطاليا وبلغاريا وبولندا وإسبانيا والنمسا في الوقت الذي يواجه فيه المؤتمر تحفظات أمريكية ترتيبات أمريكية لأوراق الملف السوري قبيل الانتخابات الرئاسية تتزامن مع تحركات دولية أممية وروسية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمل حاليا على خلق توافق بين الرؤية الأمريكية ورؤية المجموعة المصغرة بشأن سوريا بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالمؤتمر الروسي للاجئين المقرر في دمشق الشهر المقبل التحفظات الأمريكية والغربية على المؤتمر عديدة منها ما يتعلق بالنظام السوري أو باللاجئين فالقوى الغربية تربط المساهمة بإعادة الإعمار بتنفيذ عملية سياسية حقيقية وهو ما يحاول المؤتمر أن يتجاوزه دمشق وموسكو تراهنان بحسب المراقبين على أن مؤتمر اللاجئين سيضع الدول الغربية بين خياري المقاطعة الذي يمكن أن يعرضها لامتقادات أممية أو القبول بعودة شريحة من اللاجئين يستخدمهم النظام بعد ذلك كورقة ضغط على الدول المانحة في وقت تقدر فيه خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب بنحو نصف تريليون دولار في حين تتخوف واشنطن والمجموعة المصغرة من محاولات التغيير الديمغرافي القصري وتصر على أن تتم عودة اللاجئين فقط كنتيجة لقرارهم الحر والمعلن عنه بشكل فردي ومعرفة كاملة بوضع المنطقة التي يعودون إليها كما يطالب المسؤولون الأمميون بإلغاء القانون رقم عشر الذي يخص ممتلكات المهجرين وتوفير ضمانات عدم الملاحقة والبيئة الآمنة وهي المعايير التي لا يرون في الأفق بوادر لتحقيقها منا مصطفى الحدث من اسطنبول ينضم إلينا تحليلا السيد محمد العبدالله الكاتب الصحفي السوري مرحبا بكمانا سيد العبدالله إلى هذه النشرة وعلى شاشة الحدث مجددا إذا كانت الدول الغربية واضحة في رغبتها ربط المساهمات في إعادة الإعمار بتنفيذ عملية سياسية حقيقية في سوريا وهو أمر لم يحدث ويبدو أنه لن يحدث كذلك برأيك إذن لماذا يعول النظام على الدول المانحة في عدة الإعمار عمليا النظام ينفذ الرغبة الروسية يعني هذا ما سيحصل في دمشق يومي 11 و12 من الشهر القادم هو محاولة روسية جديدة للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية كما تعرفين روسيا ما فتئت تخلق مسارات موازية لمسار الأمم المتحدة وذلك في محاولة للإفلات من شروط تنفيذ القرارات الدولية والتي هي واضحة لتفعيل العملية السياسية ومشاركة جميع الأطياف المعارضة السورية في هذه العملية إلا أن النظام رفض ويرفض وسيرفض وذلك بدعم إيراني لأن إيران عمليا ترى الإبقاء على هذا النظام كما هو دون أدنى تغيير سواء في بنيته أو في رأسه بينما الروس هم أقرب عمليا إلى إجراء تغييرات في بنية النظام حتى إذا شئت في رأسه ومؤخرا بدأت تتكشف بعض الخلافات الجوهرية بين إيران وموسكو حول هذه الموضوعة والنظام عمليا مؤخرا بدأ يلتحق وبشكل واضح بالتوجهات الإيرانية في سوريا إذن هذا المؤتمر عمليا الذي تشترط الدول الغربية لعودة اللاجئين أولا أن تهيأ الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين ثانيا دخول النظام في عملية سياسية الدول التي ذكرها التقرير عمليا لا صلة لها بأزمة اللاجئين في أوروبا لا إيطاليا ولا بلغاريا الدول عمليا الأساسية المضيفة للاجئين في سوريا هي ألمانيا والدول السكندنافية أما بلغاريا وإيطاليا عمليا لا تعاني أصلا من أزمة اللاجئين أعود أكرر بأن هذه محاولة روسية جديدة للالتفاف على القرارات الدولية مستفيدة من انشغال الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بقضية الانتخابات إلا أنه واضح بأن الملف السوري لم يترك من قبل واشنطن ودعوة وزير الخارجية الأمريكي المجموعة المصغرة ذات الصلة بالأزمة السورية لمناقشة هذا الأمر عمليا وعدم الموافقة على ما تسعى عليه روسيا فيما يتعلق بعودة اللاجئين أريد أن أشير إلى مسألة هامة قبل أن يتحدث النظام ومعه روسيا على عودة اللاجئين لماذا لا يسعون في سوريا في داخل سوريا إلى عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم قليل من النازحين الذين أجبروا على النزوح من بلداتهم لم يعودوا حتى الآن عاد جزء يسير منهم جزء بسيط منهم وهم المواليين الذين ثبتوا ولاءهم للنظام وكثير منهم خذي على سبيل المثال مدينة القصير على الحدود اللبنانية السورية مدينة تدمر لم يسمح لأهالي هاتين المدينتين وقسي على ذلك سكان الغوطة الشرقية سكان كثير من الأحياء في حمص لم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم من الأولى أن يسعى النظام إذا كانت نيته صادقة عمليا بمساعدة هؤلاء النازحين بالعودة إلى بيوتهم قبل أن يتحدث عن موضوع اللاجئين سواء في دول الجوار أو في أوروبا إذن من هنا نستطيع أن نكتشف نوايا النظام غير السليمة فيما هي عملية مزايدة وورقة ضغط على الدول الأوروبية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وشروط الأمم المتحدة وشروط الغرب واضحة إعادة إعمار لن يكون في سوريا ما لم يقبل النظام بالدخول في عملية سياسية حقيقية وأيهما الآن قد يكون أهم بالنسبة للدول الغربية ملف محاولات النظام وروسيا التغيير الديمغرافي القصري في سوريا أما يتعلق بورقة اللاجئين التي تتخوف منها حقيقة للدول الغربية ويبدو أنها الكرت الرابح بالنسبة للنظام وروسيا أظن بأن الدول الأوروبية لا تخشى من هذه الورقة لأنها ورقة مكشوفة يلعب بها النظام وروسيا من ورائه وكما ذكرت لك أن الدول الأوروبية التي وافقت على حضور هذا المؤتمر عمليا لا تصديف لاجئين سوريين بل غاريا إيطاليا وأعتقد هناك دولتين أخرين الدول الأساسية المضيفة للاجئين السوريين لن يوافقوا وهناك قرارات دولية وهناك قانون دولي يمنع ترحيل اللاجئ ضد إرادته فما بالك إذا كان الظرف العام في سوريا لا يساعد ولا يشجع على عودة اللاجئين إلى سوريا كل لاجئ سوري لو أجريت استطلاع للرأي أو استفتاء في أوساط اللاجئين السوريين خرج سوريا بالتأكيد ستأتي الإجابة بلا وهم يشاهدون ماذا يحصل في سوريا ماذا حصل في مناطق المصالحات خذي ما يحصل الآن في جنوب سوريا اغتيالات يومية تصفيات يومية السوريون لا ثقة لهم بهذا النظام لا سيمة منهم من خرج من ربقة استبداده وظلمه فالنظام بهذه الخطوة عمليا كما ذكرت هو يترجم الرغبة الروسية والتي هي عمليا في صميمها محاولة للالتفاف على القرارات الدولية من اسطنبول السيد محمد العبدالله الكاتب الصحفي السوري شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من إضاحات سيد العبدالله شكرا أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا عن تعليق خدمتها وخدمة القنصليات التابعة لها وظلت تحذيرا أمنيا جاء فيه أن السفارة تلقت معلومات موثوق بها حول هجمات إرهابية محتملة واختطافات تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب في مدينة اسطنبول وتستهدف القنصلية الأمريكية وأهدافا أخرى في أماكن متفرقة من تركيا ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد في الأماكن التي قد تشهد تجمعا لأمريكيين وأجانب بما فيها المباني الإدارية الكبيرة أو مراكز التسوق السفارة أعلنت تعليق خدمتها مؤقتا للمواطنين الأمريكيين وخدمات التأشيرات في المكاتب التابعة لها بما فيها مقر السفارة في أنقرة وقنصلياتها العامة في مدن اسطنبول وأضنى وإزمير السفارة أبلغت الأشخاص الذين لديهم معواعيد سابق بأنها ستتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني بشأن التعليمات المتعلقة بإعادة جدولة مواعيدهم ونصحت السفارة الرعاية الأمريكيين بتوخي الحذر واليقظة وتجنب الإزدحام وعدم الكشف عن أنفسهم والانتباه لما يدور حولهم وتوخي الحذر في الأماكن التي يتردد عليها الأجانب بشكل دائم ثم مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة المستجدد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي توقيف سبعة وعشرين مشتبها بهم وشدد عقب اجتماع مجلس الدفاع على مواصلة تفكيك شبكاتي وجمعيات في إطار استراتيجية أكثر قوة لمكافحة الإرهاب في غدون ذلك أفدت مصادر مطلعة على قضية منفذ عملية قتل مدرس ذبحا الجمعة الماضية بأنه كان على اتصال بأحد عناصر داعش في سوريا أوضحت أنه تم رصد إشارات في الرسائل المتبادلة بين الجاني والداعشي الذي يتحدث اللغة الروسية ما يعني أن العملية الإرهابية كانت مسيرة من الخارج وللمزيد من المعلومات حول ذلك ينضم إلينا من باريس زميل حسين قنابر مرحبا بك معنا حسين في هذه النشرة وما أبرز ما جاء في بيان وتصريح رئيس الوزراء الفرنسي وهل هذه الحصيلة سبعة وعشرين مشتبة هي حصيلة مجملة لما تم الكشف عنه أو أننا نتحدث فقط عن العملية الأخيرة نعم في الواقع تسبيح رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس كان يتحدث في ختام اجتماع مطول اجتماع استثنائي عقده مجلس الدفاع صباح اليوم في قصر الإليزي برئاسة الرئيس مكرون وحضور ثمانية وزراء من بينهم وزراء العدل والداخلية والتعليم كما حضر الاجتماع بالإضافة إلى رئيس الوزراء طبعا قادة الأجهزة الأمنية قال جون كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي إنه ومنذ بدء عمليات المداهمة في عقاب جريمة قتل المدرس سامويل باتي وصل عدد الذين أوقفوا إلى 27 شخصا وجرت عمليات مداهمة لعدة منازل سجلت 56 عمليات مداهمة وأيضا هذه العمليات ستتواصل إلى أن تصل إلى 123 عمليات مداهمة قررتها الشرطة ضد عدد من الأشخاص المشتبه بهم أضاف رئيس الوزراء أن عمليات المداهمة ستتواصل كما سيتواصل التحقيق حول جمعيات وأشخاص يشتبه بعلاقتهم بتيارات متطرفة سيصار أيضا إلى تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك لأنه وفق قناعة السلطات الفرنسية فأن جريمة قتل المدرس التاريخ الجمع الماضي في كونفلان سانتونورين ما كانت لتحصل لولا أن فيديوهات بثت ضده للتحريض عليه ولولا أن كلاما استخدم وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى قتل المدرس طبعا برأي السلطات الفرنسية التي أعلنت أيضا على لسان جون كاستيكس أن الموظفين الحكوميين سيصار إلى تشديد الحماية حولهم تجنبا بالأحرى لارتكاب أعمال عنف جديدة في المقابل ممثلون عن هيئات إسلامية يواصلون استنكار جريمة قتل سامويل باتي وممثلون عن هذه الهيئات الإسلامية يتواصل توفدهم إلى المدرسة التي كان يدرس فيها باتي وطبعا هؤلاء يدعون في الوقت نفسه إلى التحذير من أن يقوم تيار متطرف جدا ضمن اليمين الفرنسي المتطرف باستغلال جريمة قتل المدرس الفرنسي للتحريض على المسلمين ولتعميم الأحكام ويشيرون إلى أن بعض الاعتداءات حصلت خلال الأيام الماضية في إطار التحريض على الكراهية ضد المسلمين وتحفظات كثيرة مثلا على قرار إغلاق مسجد ضاحية بونتان الذي بدأ تنفيذه مساء الأربعاء يعتبر بعض المتحدثين باسم الهيئات الإسلامية أنه لا يجب اعتماد عقوبات جماعية بل يجب توجيه هذه العقوبات إلى أشخاص محددين يشتبه بتعاملهم مع التيارات المتطرفة تسبيح من باريس أزميل حسين قنابر شكرا لك حسين على كل هذه المعلومات وفي روسيا اعتقل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أكثر من عشرين عضوا من جماعة التكفير والهجرة المتطرفة في القوقاز خلال عملية لتصفية أنشطة خليتين تابعتين لتنظيم المحظور في روسيا وأكد الجهاز أن أعضاء الجماعة جندوا أنصارا جدد ودعوا إلى رفض مؤسسات المجتمع المدني وصادر ضباط جهاز الأمن الفيدرالي أسلحة وذخيرة ومطبوعات ومواد إلكترونية تحتوي على معلومات دينية مضللة ومتطرفة كشف القايم بالأعمال في بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين كشف أن مجلس الأمن بصدد إصدار عقوبات ضد شخصيات حوثية متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ومنهم الحوثي سلطان بن زابن وهو مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء ويرأس شبكة استخباراتية نسائية للميليشيات تسمى الزينبيات وتقمع النساء التي يعارضن الميليشيات بوسائل مختلفة منها العنف الجنسي المسؤول البريطاني دعا الأطراف اليمنية للعمل مع المبعوث الأممي مارتين جريفث والموافقة على مقترحاته مشيرا إلى أن مجلس الأمن مستعد لاتخاذ إجراءات بشان ذلك ألن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير طائرتين بدون طيار أطلقت هما الميليشيات باتجاه السعودية سمع دوي انفجار من محطة أروماتيك جنوبي إيران والمنتجة لمادة البنزين ما أدى إلى اندلاع حريق في قسم كبير من مجمع البتروك كيمويات بحسب ما نقل موقع عصر الجنوب المحلي عن شهود عيان وأفيد بأن وحدات الإنقاذ ورجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث لإخماد ألسنة نيران التي غطت السماء في مكان الحريق ترجمة نانسي قنقر أظهرت دراسة أن لقاح فيروس كورونا الذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد وتابع لشركة أسترازينيكا يتبع بدقة التعليمات الجنية المبرمجة فيه من قبل مطوريه لإثارة استجابة مناعية قوية وعلى عكس اللقاحات التقليدية التي تستخدم فيروسا ضعيفا أو كميات صغيرة منه فإن لقاح أكسفورد يجعل الجسم جزءا من الفيروس نفسه وجد باحثون من جامعة بروستول أن هذه الطريقة الجريئة تعمل مع فيروس كورونا تماما كما فعلت مع الفيروسات المماثلة في الماضي وتعني أن الجهاز المناعي للشخص يكون مستعدا لتعرف على المرض ومكافحته دون أن يمرض البيت الأبيض يعلن أن ترامب سيسحب السودان من لائحة الدول الرعية للإرهاب والخرطوم تؤكد توقيع القرار الأطراف الليبية تتفق على وقف فوري لإطلاق نار يتبعه دمج للجماعات المسلحة وإخراج للمقاتلين الأجانب ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق نار الدائم في ليبيا وأردغان يصفه بالفاقد للبصداقية ويشكك في نجاح البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا تعلق خدمات التأشيرات بسبب تهديدات الإرهابية محتملة بعد قليل نشرة جديدة مع زميل باسم أبو زيت هذه نشرة انتهت للقاء